عمرك في حياتك سمعت عن حد بيشوف بس بودانه موضوع غريب مش كده ويمكن كمان تضحك بس أوعدك بعد حلقة النهاردة انت هتبدأ تشوف بودانك وصدقني ده مش تنمر خالص تابع الحلقة للنهاية لو عايز تفهم اكتر انا طارق صادق وانت منوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد ورمضان كريم عليكم معاكم طارق صادق قبل ما ابدأ الحلقة بتاعتي متنساش اللايك والكومنت اللطيف بتاعك والسبسكرايب الحلو بتاعك لو اول مرة تشوفني وخلونا النهاردة نتكلم عن حاجة انا وعدتكم بها من زمان وهي البودكاست هكلمكم النهاردة عن حاجات كتير وبتعمق شوية زي يعني ايه بودكاست وايه هي الفوائد بتاعته وتلات وسائل تقدر تسمع من عليها البودكاستس اللي انت تختارها اما في الاخر هقولك الترشيحات اللي انا بنفسي متابعة وخلونا يلا نخش في الموضوع بص يا عزيزي البودكاست ده تقدر تقول عليك كده هو يوتيوب لكن مسموعة يعني الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها على اليوتيوب زي مثلا التوكس او الكورسات او الحاجات الخاصة بتلخيص الكتب او كل الحاجات دي بتتحول لحاجات مسموعة فبتلاقي برامج وحوارات وحاجات كتير بنحولها لحاجة بنسميها بودكاست وده ابسط تمثيل او شرح ليعني ايه بودكاست خلونا بقى نتكلم عن اهم فوايد البودكاست اللي بيتميزوا عن حاجات تانية ممكن تشوفها بعنيك وتعرف ليه لازم تبدأ تشوف بودانك اول حاجة هو انك ممكن تسمع البودكاست ده في اي مكان وفي اي وقت مهما كده الحاجة اللي انت بتعملها يعني انت لما بتيجي تتفرج مثلا على فيديو لازم تبقى بوصص في الشاشة على طول لازم تقام مركز مع اللي بيحصل عشان ما تفوتكش احداث او اي حاجة لكن نفترض مثلا ان انت واقف في المطبخ بتعمل لنفسك ساندويتش بكل بساطة شغل الموبايل بتاعك حط الهندي فيه حط الموبايل في جيبك او شغل مثلا الايربودز او آن كانت الوسيلة وابدأ اسمع وانت بتعمل حاجة بايدك وكل انت محتاجه تشوف بودانك لأ وكمان الحلو فيه ان هو صوت بس فمساحته بتكون قليلة يعني انت مثلا لما بتحب تنزل فيديو عشان تشوفه اوفلاين بيحتاج نت كتير جدا لكن لان البودكاست بيكون عبارة عن اوديو او صوت بس فبتنزله بمساحة صغيرة جدا فتقدر تحمل اكتر من حاجة وتسمعها في اي وقت من غير نت خالص تاني حاجة هو انه بيزود جدا جدا من الابداع عندك وكمان قوة الخيال انت لما بتروح تتفرج على فيديو تقريبا الفيديو ده بيجيب لك كل حاجة وانت حرفيا ما انتخ وملتاح يعني لما يجي يقول لك مثلا البطل دخل من القوضة بتلاقي قدامك راجل دخل من القوضة وانت شايفه بعينيك لكن في البودكاست هو لو قالك ان في شخص لابس ازرق والبنطلون بتاعه لونه مش عارف ايه والجزمة بتاعته عامل ايه ودخل من الباب بشكل متعصب وكده انت بتبدأ تتخيل اللي بيتقال وتحول صورة جوا دماغك فهتلاقي نفسك من غير ما تحس بقيت مبدع في خيالك وبتقدر تتخيل بشكل كبير جدا 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 وده اكيد هيساعدك في حاجات تانية في حياتك ثالث ميزة وهي ميزة مهمة جدا 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 ويمكن انت دلوقتي بتعاني منها وانت بتفرج على الفيديو الحالي هو ان البودكاست ما فيهوش اعلانات لكن زي ما احنا عارفين ممكن تكون بتفرج على فيديو وفاجأة تفصلك كده اعلان في النص لواحد بيبيع مسحوق غسيل لكن البودكاست انت بتسمع الاوديو بتاعك او الصوت بتاعك من اوله لاخره بدون اي فواصل مفيش حد بيدخل ليقطع عليه كده ويقولك استنى في اعلان وحتى لو موجود فبتكون حاجات ابليكيشنز كده بسيطة جدا 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 عددها قليل جدا جدا وليها البدايل الحلوة النضيفة المستوها عالي اللي ممكن عليها تسمع من غير اي فواصل بلدو انا قلت بلدو مش بلدو صح؟ مكسل عيد الجملة كلها فاني مشيها بلدو رابع ميزة هو ان البودكاست ده شيء متنوع جدا يعني لو انت مهتم بالرياضة هتلاقي لو مهتم بالطبخ برضو هتلاقي مهتم بالقراءة وبالكتب وتلخيص الكتب برضو هتلاقي عايز تطور من نفسك وتشوف حاجات عن تطوير الذات برضو هتلاقي فهو متنوع جدا جدا في مجالات كتير مفيدة جدا ليك بشكل انت بتتخيلوش خمس ميزة معانا وتعتبر من اهم المميزات اللي الحمد لله ربنا يحفظها للبودكاست هو ان المحتوى بتاعه راقي بعيد خالص عن الاسفاف يعني هتلاقي كل الناس اللي راحوا تعمل voice over او مثلا بودكاست او اي حاجة بيكون المحتوى بتاعها يستاهل لان الشخص ده هيتعب على كتابة سكريبت وتسجيل وتعديل صوت وتركيب مؤثرات وحاجات كتير فما فيش حد هيروح يهلس في حاجات زي دي غير اللي احنا بنشوفه في فيديوز كتير على منصات كتير وطبعا همش هلك في الموضوع ده عشان الفيديو ده ما يتمسحش وانت طبعا فاهميني دي كانت اهم المميزات من وجهة نظري انا تعالوا بقى نتنقل لحاجة تانية وهي انك تبدأ تسمع البودكاست ده على ايه اصلا بص يا عزيز المستمع او عزيز المشاهد فيه حاجات كتير بتقدم لك بودكاست زي مثلا قمة الحمد اهلال جوجل بودكاست او حبيب قلبي اللي انا اصلا بسمع عليه ساوند كلاود او لو انت من الناس اللي بتقول يا ساوند كلاود ايه سبوتيفاي اه فيه برضو على سبوتيفاي مش عايف انتو بتحبوه على اي انا ما بحبوش على انا كتير مش بحبه وابسط حاجة ممكن تجيب عليها بودكاست ويكون جامد جدا هو اليوتيوب نفسه هتلاقي على اليوتيوب اكتر من بودكاست حلوة جدا ممكن تحمله بس وصوت بس وتشيل منه الصورة بمساحة اقل وفي نفس الوقت يكون معك في اي وقت وطبعا فيه منصات وابليكيشنز كتير جدا جدا وانت لو بحست هتلاقي بسهولة نيجي بقى الاخر حاجة معانا في الحلقة انت يا طاري بقى بتسمع مين جبتلكم اكتر اربعة انا بحب اسمعهم وبصراحة بيفيدوني بشكل كبير جدا 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 اول واحد حازم الصديق تاني واحد هو تنفس رقم تلاتة لهوات القراءة والناس اللي بتحب الكتب حاجة اسمها سندوتش ورقي والاخير والمفضلية واللي انا بحبه جدا واللي صوتها قريب جدا جدا لقلبي وبستفيد منه هو بودكاست ابا جورا هو سعودي غالبا او هو خليجي عامة بس اللكنة حلوة اوي يا جماعة والمحتوى بتاعه مفيد اوي 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 وبس كده دي كانت حلقات النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم لو حد يعرف اي بودكاست حلو ينصحني به تحت واتمنى طبعا تعمل لي لايك تعمل لي سبسكرابل او ما تشوفني والكومنت اللطيف بتاعك عشان بيفلق معي جدا واحنا في رمضان بقى فرحوني بقى وثواب وكده اتمنى تكونوا ماشيين كويس في الصيام بتاعكم ويكون رمضان كريم عليكم كلكم وعلى احبابكم كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة